التقى وزير الموارد المائية والري محمد عبدالاطي ومدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمي رفين أجروال لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمية وأكد الوزير خلال اللقاء على ترابط الهام بين المياه والغذاء لما تمثله المياه كعنصر الرئيسي في الزراعة وتقيق الأمن الغذائية مشيرا لمحدودية الموارد المائية في مصر والتأثير السلبي لتغير المناخ على الانتاج الزراعي الأمر الذي يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالعمل على زيادة الانتاج الزراعي والاستفادة المسلى من كل نقطة مياه والتأكيد على أهمية التفنولوجيا والاعتماد على أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وانتاج التقة المتجددة